السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتبكم بخير استنسخ الأصوات بذكاء أصطناعي صراحة انتشر بشكل كبير في الفترة أخيرة والكثير من القنوات الفضائية والعالمية وضحت آلية استنسخ الأصوات والمواقع والأشياء التي تستنسخ الأصوات بذكاء أصطناعي منها الأشياء البرمجية التي تحتاج برمجة ومعرفة في لغات البرمجة كالغة بايثون ولغة جافة سكريب تنزل موقع أو تنزل أكواد معينة من GitHub وتشتغل عليها سيكون شرح الدرس هذا صراحة في الدروس القادمة لانه سيأخذ وقت شوية لكن أنا أشرح لكم موقع Alibin Labs كيف تتنسخ منه الأصوات وتجربته من خلال هذا الموقع التجربة السريعة باشتراك بسيط جدا راح نشوفه الآن ونشترك في الموقع أول خطوة طبعا راح نسجل وندخل الموقع Alibin Labs بعدها ندخل معلومات البطاقة الخاصة بنا من ثم ندخل أي باسبورد حق البطاقة تكون الاشتراك الأول بدولارين نروح للمرحلة الثانية وهي شرح الواجهة Alibin Labs ونجرب الموقع مع بعض ويلا للتجربة ونشوفها مع بعض بعد الخطوة الأولى اللي هي خطوة الاشتراك في الموقع نتوجه إلى اللوحة أو لوحة التحكم الخاصة في موقع Alibin Labs هذه الواجهة الرئيسية طبعا راح تسجل دخول وراح تسجل دخول بإيميلك وتشترك وراح تشوف هنا اشتراكك في الواجهة من هنا الاشتراك ومن هنا القائمة طبعا راح يعطيك الموقع تجربة مجانية لعدة أصوات موجودة بشكل مسبق داخل الموقع والكل جربها ونسمعها في السوشال ميديا الآن لكن الميزة اللي ما هي منتشرة في السوشال ميديا أو ما في أحد شرحها قليل من اللي شرحها هي ميزة استنساخ الأصوات من خيال هذا الموقع صراحة جربت الميزة استنساخ الأصوات كانت رائعة جدا والدقة فيها دقيقة جدا حرفيا يعطيك أي صوت تستنسخه بحذافيره يعني كيف أقولك يعني وصولت الفكرة يعني يعطيك الصوت مثل الصوت الحقيقي ما في أي اختلاف ولا أي شخص يستطيع أن يفرق بين الصوت شخصيا صوتي جرامت على صوتي يعطاني صوت مشاهد صوتي مئة بالمئة ولا قدرت أفرق إن هذا صوت ذكاء الصناعي ولا الصوت الحقيقي خلنا نشوف مع بعض الآن للآلية طبعا هنا يعطيك الأشياء الخاصة في المشاريع الدبلجة المكتبة الصوتية اللي هي الخاصة في المشاريع المجانية أنا أروح على الدبلجة والأصوات تمام طبعا الميزة الجديدة أنك تقدر تدبلج أي فيديو تضيف أي فيديو خاص بك يبدأ يدبلجك ويدمجوا مع الصوت هذه ميزة جديدة يضافوها بشكل تحديث بالتحديث الأخير على موقع ريب اللابس الميزة اللي راح أروح عليه هي استنسخ الأصوات الاستنسخ الأصوات اللي هي أروح على بويس لاب بويس لاب راح أعطيك قائمة جديدة بكل الأصوات اللي انت دربتها موجودة عندك بشكل مسبق اللي انت اشتغلت عليها انت اشتغلت على عدة أشياء وعطاني صراحة صوت احترافي من صوتي الشخصي الآن لو روح أضيف الآن عينة جديدة أعطيه أد يعني أروح أضيف عينة جديدة عشان ندرب الذكاء الصناعي تظهر لك أربع خانات الخانة الأولى بويس ديزاين تصميم الصوت يعني يصمم لك بصمة ويضيف لك بصمة صوتية موجودة تصميمها من الصفر طبعا الخانة الثانية هي استنسخ الصوت الفوري اللي خاصة بالذكاء الصناعي مميز جدا انه يعطيك صوت فوري مستنسخ ما يطول معك نهاية يعني بدقائق بدقائق بدواني معدودة يكون الصوت جاهز عندك لأي صوت في العالم الخيار الثالث هو المجتمع على الأصوات إذا تقدر تشارك صوتك ويستخدموا الناس ويستخدموا الناس في كل الأشياء الخاصة فيهم في السوشيال ميديا إذا كنت تسمح في الشيء هذا يعني تدرب صوتك وتسمح لنا تشتغلوا عنه وهذا الشيء صراحة ما نصح به لأنه ممكن يستخدمنا أشياء فتكون أنت المسؤول عنها هنا استنسخ الصوت الاحتلافي ما رح يعني نشترك فيه لأنه صراحة استنسخ الصوت الفوري يعطيني تجربة قوية جدا ونسبة تشاوه من الصوت الحقيقي 100% يروح عليها بعد ما تروح عليها تظهر لك الواجهة لشوفها قدامنا يطلب منك رفع عينة ما تتجاوز 10 ميجا بايت أنا أرفع عينة عندي عينة صوتية لأحد الشركات قمت بتسجيلها مسبقا تمام أسميها مثلا ما يشعل الهاجر اثنيا عشان عندي بشكل مسبق عينة أخرى طبعا هنا تضيف الشروط الشروط والأشياء الخاصة في استنسخ الأصوات تعطيه بعد ما تطي ادفويس راح يبدأ يدرب الذكاء الصناعي على صوتك راح يحاول ينسخ لك أشياء من صوتك يدرب عليها الذكاء الصناعي أنا راح أكتب نص معين وأدرب صوتي على الذكاء الصناعي وأكتب أشياء خاصة في مثلا عندي قناة يوتيوب ما راح أسجل بستوديو ولا راح أسجل في استوديو يأخذ مني مبلغ أو أطلب منه معلق صوتي أن يستجل لي هذا الصوت عشان جهد خلال ثوائن تكتب تدرب الذكاء الصناعي على صوتك وتكتب له أي نص عندك يعطيك يعني جودة يعني ونسبة تشابه مئة بالمئة ما يستطيع أي أحد يكشفها شخصيا أنا ما استطيع أكشفها أروح الآن على مشا الفويس تو أنا اللي استخدم تحين الصوتية استخدمها الآن سأكتب هذا النص والنص سنشوفه قدام بعض هنا تكتب النص تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في قناتي قناة مشاهل هجور درس اليوم استنسخد الصوت بذكاء الصناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا طبعا أنا حطيت فواصل عشان تطلب الذكاء الصناعي والصوت يقف يقف بهذا المكان لنستمر حطوا فاصلة يعني لازم تحط أي فاصلة عشان يفهم عليك أنه توقف بهذا المكان نسميها الفواصل بالذكاء الصناعي فواصل الصوت عشان يعطي راحها للمستمع ويوسط الجملة ويكون مهيئة للجملة اللي بعدها تمام هذا الصوت الآن جاهز راح أطلب من الآن جينيريت أشوف هل فعلا يعطيني استنسخ الصوت فعلا حارفي مثل صوتي قبل ما أروح الآن راح أسمع العين الصوتية اللي أنا جبتها ونسمعها مع بعض قبل ما أروح خلنا نسمع العين الصوتية جاهز للنسخ الرابع عشر 1200 متدرب ومتدربة 200 ساعة تدريبية معتمدة 30% نسبة التوظيف المباشر برنامج التدريب الأفضل نخبة المدربين المتخصصين بالجامعة العربية المفتوحة هذه العين الصوتية أسمعها مع بعض أنا الآن أستخدمها أشوف هل يعطيني فعلا نفس الصوت ولا مختلف أطلب من جينيريت خلال ثواني راح يبدأ يستنسخ لك الصوت بإحترافية أنا متحمس جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا السلام صراحة أطايا الصوت فعلا نفس صوتي وأجمل من صوتي يعني فيه المميز أن يعطيك الصوت مهندس جاهز يعني مباشر لأن يشر ما تحتاج لحظة مهندسة صوتية ولا تحتاج استيديو ولا تحتاج معدات تسجيل يعني مجرد تاخد نسخة واحدة تحتاج تسجيلها في استيديو وتجيب هذا النسخة وتدربها ذكاثنا يعطيك شيء بروف مشينا هذا شيء احترافي جدا تستخدموا بكل عمالك التجارية والعمالك الشخصية في السوشال ميديا في قناة اليوتيوب في التيك توك في انستجرام في تويتر كل شيء يعني ما فيه يعني شيء شيء رهيب جدا صراحة أنا استخدمت الموقع واستفت منه بأشياء كثيرة طيب هذا الان صوتي وهنا الميزات الاخرى اللي تقدر تعدى عليها لصوتك ومن هنا تقدر تنزل الصوت اللي يعجبك الان مثلا عندي الصوت هذا عجبني اقدر نزل وعطي نسخة جميلة جدا 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 الان اقدر اتحكم بأشياء معينة على الصوت راح اترجم للغة العربية عشان تفهموا معاي اكثر هنا الصوت يقول لك تريده اكثر استقرارا يعني تريده بشكل يعني ثخين او شكل بطيء اكثر هنا والوضوح وتعزيز التشابه يتريده يكون مشابه لك نسبة مئة بالمئة فتعزيدها للنسبة للاخر تمام يتريده تريده ما يكون مشابه للشخص اللي راح تستنسخ من الصوت يعني نسبة قريبة لوا بحيث ان لو يسمعوا الشخص ما راح يميز انهله صوته او صوت شخص ثاني يعطيك اه نسخة من الصوت اللي تتنسخه لكن بنسبة تشابه مطاعمة بشي من الذكاء الصناعي فما يستطيع اي شخص يميزه هاي شغلة تتشجيد منها بأشياء كثيرة صراحة وما راح يستفهم عني الا الاشخاص اللي يستعمل في التهليق الصوتين تمام بالنسبة للمبالغة في الاداء الاداء يعني راح يطيك شعور اكثر بجملة مختلفة راح يحاول الذكاء الصناعي يفهم الجمل ويعطيك فيها شعور مختلف عن كل جملة واخرى تمام انا الان لعبت شوية في الاداء طلبت انه يكون نسبة تشابه عالية جدا وطلبت يكون اكثر استقرار وطلبت نسبة المبالغة في الاسلوب تكون اكثر راح الان اطلب انه يولد لي الصوت طبعا انا مترجم اللغة العربية وراح يبدأ يولد بشكل تلقائي واسمع الصوت قبل وبعد منتظر نشوف الصوت مع بعض في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والاعجاب لنستمر وشكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والاعجاب لنستمر وشكرا صراحة اطاني الصوت جميل جدا جميل جدا جدا وصوت واقعي وصوت رائع الان لو اروح اجيب اي صوت من السوشال ميديا او اي صوت من السوشال ميديا خلا نشوف الان في عندي مثل عدة اصوات اقدر استخدم طبعا تقدر تستخدم اشي مميز ان تقدر اضيف اي عينات اخرى للصوت نفسه اروح اضافة صوت مثلا هذه العينة الخاصة فيها حاليا شفت انه في مشكلة في الصوت او احتاجني اضيف عينة اخرى تقدر تحرر وتضيف عينة اخرى او تستخدم العينة الموجودة مثلا اضافة عينة جديدة تطلب منه اضيف عينة جديدة طبعا ترجم لغة الانجليزية عشان ما يعطيني مشكلة اضيف مثلا عينة عندي عينة صوتية رح طبعا يفضل وتكون عينة واحدة ليش لانه الذكاء عشان ما يصيبوا مشكلة او او يقرأ عدة نبرات وعدة اساليب معينة فيصيبوا مشكلة فلو انت تخلي على عينة واحدة يكون افضل صراحة نحن نحذف العينة القديمة طبعا الخطوة هي بس اضافة للشرح والشيء الجميع انه يعطيك جميع الاصوات اللي انت اشتغلت عليها في data خاصة في الاصوات لو اروح الان على الاعدادات اروح على history التاريخ رح يعطيك كل الاصوات تشتغلت اللي انت شغال في طبعا رح تحدث بعد ما انتهي الاشتراك بشكل تلقائي وهذا معروف يعني كل المواقع لو اروح الان على موقع الاساسي انا عاجبني صوت ثاني عايز اضبط صوت ثاني عندي صوت كثيرة مشهورة على اليوتيوب مثلا على قناة فضائية مثلا جرافك افضبي او قناة الجزيرة افضل حتى الان استغرقت صناعة هذا الصوت انا عايز اجرب الاداء الموقع على هذا الصوت خلنا نشوف كيف رح يعطيني الصوت نفس النغمة نفس الاداء نفس الصوت يعني ما في شي اختلف عندي انا جربت فعلا الصوت الشخصي اعطاني اداء واشياء احترافية يعني مشابه الصوتي بالنسبة 99% اللهم فقط الشعور طيب لان انا عايز اخذ اقطع جزء من الصوت هذا طبعا عندي طريقة رح اسهل عليكم عشان سهل العمل بدأ ما اروح نزل مانجر الفيديو وافصل الصوت عن الصور واخذ وافصل الصوت عن الفيديو واخذ يعني مقطع من الصوت فهذا الشي رح ياخذ منه وقت طويل انا اختصر عليك بعد تفتح البرنامج اوديا ستجد اعدادات موجودة اذا تترك كل شي ما مثل ما هو طبعا ستجد الادوات الاربع موجودة اذا موجودة عندك رح تجد من view ترح على قائمة tool bar من tool bar تختار device to bar تلاحظ انها اختفت عندي الاربع ادوات عشان اذهب على tool bar device tool bar رح تظهر عندك الاربع ادوات رح تختار اول شي windows صيغة التسجيل من windows تمام اي وحتى في وضل الاخيرة ورح تختار المخرج الصوت اللي عايز audio city سجيلك الصوت من 3doo من المايك او 3doo سبيكر الكمبيوتر سبيكر windows او سبيكر كرت الصوت الخاص بك او سبيكر او الماكروفون او كرت خارجي كرت صوتي خارجي مثلا focus right انا حاليا اسجع كرت focus right لو تلاحظون اه اسجع البرنامج studio on صوتي عشان ادمج مع الفيديو فرح اختار الان مخرج الصوت السبيكر كار كرت الصوتي اذا ما كان لديك كرت الصوتي ممكن تختار السبيكر audio windows هذا الخاص في windows الاول هو الصوت اللي راح يخرج ويطلع من الكرت الصوتي راح اسجل صوت الخارج من الكرت الصوتي تمام خذ الستيرو ما هنا speaker audio تمام speaker audio تريد يسجل من الكمبيوتر ام speaker الخاص في focus right بفضل خذ الكمبيوتر لانه هذا مدخل الصوت ما ما رح تلعب فيه طيب الان نروح الان اليوتيوب هذا الصوت عندي focus right ابدأ اخلي يسجل خلاني نمسح الصوت هذا احدد delete ابدأ من جديد من الصفر اعطي تسجيل باقي الاستجاف الافضل حتى الان استغرقت صناعتها ست سنوات وتستخدم نظام طاقة هجينة انها سفينة سياحية لا مثيل لها مصمما لنقل 145 راكب عبر جليل القب الشمالي هي بمثابة انجاز باحدث التقنيات تكلفت اموال ضائلة في الصناعة ولكنها لن تكلف الارض وبيئتها شيئا تابعوا قصتها هياك الان انا الى هذا الحد يعني يكفي ان يدرب الذكاء الصناعة يعني اوقف الصوت انا اعجبني هذا الصوت اقطص جزء من هذا الصوت وتحفظ كله تعطيه على file export تحفظ الصوت في صيغة mp3 تروح على المجلد اللي انت راح تفض في الاسوات او الخاص فيك انا عندي مثلا مجلد اسمو voice سميه مثلا او 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 اعطيه نفس الادا او 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 اعلى اللبس الان اضيف صوت جديد او مستنسخ اختار الصوت الفوري ارفع الصوت اللي قبل شوية حفظناه من طريق audacity الطريقة البسيطة اللي شفناه مع بعض اسمي national جرا كوضبي تمام اعطيه حفظ الحقوق وما الحقوق اضفت صوت حصل خطأ ما وحاول اخليه بالغوة الانجليزية حشان ما يعطيني الخطأ انه يكون احسن من الاغوة الانجليزية ما يعطيني خطأ اختار الاول من جديد نبدأ نرفع الصوت من جديد قناة ابو ضبي تمام امتاز كل الامر ماشي تمام اه رفعنا الصوت سمي national ننزل تحت الحقوق وما حقوق اعطي add voice الآن يضيف للصوت يبدأ يدرب الذكاء صانيح على هذا الخام الصوت ايه طبعا رح اجرب على نفس النص اللي شفنا مع بعض استخدام use رح اجرب على نفس الصوت اللي استخدم مع بعض السلام عليكم وحياكم الله في قناة وسلا لكن لنجرب نغم الصوت هذه عطنيا ولا generate ننتظر نتحمل صراحة نشوف الصوت الناشنال جرافك اوضبي نشوف صوتهم موجود عندي وقدر اشتعل علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة تخلي شوي يحمل لك الصوت والله نفس الصوت بالضبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والاعجاب لنستمر وشكرا صراحة أعطاني صوت مشابه تماما للصوت الاساسي اللي أنا اشتغلت عليه صراحة رائع جدا جدا لو الآن نعطيه التشابه نسبة التشابه العرب فيها شوية زيد نسبة التشابه عندي خلاله مية في المية وأكتب مثلا أي شيء خلاله نفسها نصمة ومشكل أعطيه بجنريت طبعا كل ما اشتغلت راح ينقص عندك الكلمات إذا كنت مشترك كل ما استخدمت عدد كبير من الكلمات راح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر هذا الصوت خلنا نروح نشغل مجدين هنا حتى الآن استغرقت صناعتها ست سنوات أعطاني نفس الأداء نفس الصوت مو نفس الأداء لأنها مختلف تماما حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي تلاحظون معي تسمعون الصوت نفس النغمة بالضبط لو أرحل الآن وتسخدم نظام طاقة هجينة إنها باخرة لاستكشاف في الأرض لاحظة أعطاني نفس الصوت بالضبط يعني ما في شيء يختلف تماما صوت يعني نفس النغمة لكن أداء مختلف طبعا الأداء الثاني اللي هو في القناة أداء بشري هذا أداء ذكي أصنع لاحظة الصوت المهم أن يعطي نفس الصوت بالضبط وشكرا وشكرا رائع رائع جدا صراحة أعطاني الصوت جميل جدا جدا الصوت يعني النغمة نفس النغمة مثلا لو أروح على مكان ثاني أو أي موقع ثاني فيه تعليق الصوت يعجبني مثلا في قناة هاشتاك حلو قناة هاشتاك فيها صوت عن القصص والمورة التاريخية في العقول لا في الأعمار فصمت الرجل ولم يقل هذا الصوت صراحة يعجبني كثير لأنني أنا أصلا من المشتركين في القناة والصوت يعني رائع جدا الصوت يعني رائع رائع صراحة بمعطاني الكلمة خالنا نشوف ناخذ من النسخة ونجرب هذا الأداء على تكلم لم تنقل مصادر الأدب العربي عن الحطيئة سوى الشعر من فنون الأدب إلا أن اقتصاره على لون أدبي واحد لا يعني أن موروثه الأدبي طيب رح أقتص جزء من الصوت هذا وسجل عن طريقة الطريقة اللي شرحت لكم في البداية رح نحذف الصوت هذا control اي بعدين delete الآن رح أسجل قصص قط يعني قصص جزء من الصوت اللي قبله شوي تمام نبدأ رحح الآن على الفيديو كان قليلا فقد جمعت أشعاره في ديوان واحد ضم قصائد منظومة في مختلف الأغراض الشعرية التي كان أبرزها وأشهرها شعر الهجاب الذي فرغ من خلاله مكبوتاته النفسية وأعلن به عن ثوراته الاجتماعية من أجل تحقيق الذات وتلبية احتياجاتها الأساسية التي كانت قد سلبت بفعل قواعد المجتمع وتقاليده المتعلقة بأبناء الإيمان بإضافة طيب الآن وقفت إلى هنا يكفي نسجد ووقف التسجيل يعني خلطت مقطع صوتي لا بأسفة أعطي اكسبورت نسميه مثلا قناة هاشتا عشان نشوف الصوت فعلا راح أتني الذكاء صنع نفسه ولا لا طيب أروح على علي باللبس أضيف الصوت جديد إضافة الصوت جديد الصوت الفوري أختار نفس القناة هاشتا تمام سميه هاشتا أعطيه حفظ الحقوق وموافقة على الشروط add voice راح أشوف هل يعطيه نفس الصوت ولا مختلف الصراحة جربته أكثر بالصوت فعلا جمي جدا راح أستخدام الصوت راح نستخدم مع نفس النص عشان ما ياخد مني وقت يعطيه جنيريت متحمس تشوف اللي يعطيه نفس الصوت طبعا الصوت راح أعطينا توقع بنسبة كبيرة جدا لأنه ما فيه موسيقة ما في خلف صوت فيه صدر لكن راح يعالج بالذكاء الاصطناعي وراح يعطيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا يا الله والله صف كده والله صوت نفس الصوت بالضبط يعني شوفون خلنا نسمع الصوت مع بعض بعدما اشتروا الأعراض المسلمين بثلاثة آلاف در فتوقف عن لاحظ هذا نبرس الصوت المعلق لو رفو شغل هنا الصوت اللي أنجل بذكاء حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ نفس الصوت بالضبط ما اختلف أي شي نفس الصوت لو رح أشوف قناة ثانية يوتيوب مثلا في قناوات أخرى في صوته قبل 15 عاما اختفى البلد الذي كنا نعرفه باسم الاتحاد الصوت شهر الملع الجوية المشهورة على كانت ترسل طلبات استغاثة تقلقوا قدرة بشرية متطورة ولكن ولكن دعوة معلقة الصوتي محمود السعيد فلسطين من فلسطين مشهور معروف المعلقة الصوتي ناخد جزء من الصوت ونشوف هل يحين صوته من جديد ويسمع صوته من جديد خلنا نمسحها للصوت راح اقتطع جزء من الصوت اللي قبل شوي تمام هذا هو كلب على مصر اسوأ فصول الاضطهاد ولم يخلص منه الى الفتح الالمي العربي عام ستمائة وتسعة وتلاتين للميلاد هذا الصوت صوت سخين صراح وقرار كثير يعني فيه قمية من القرار ويصبح يكون يعني الأشياء فيها أكشن وفيها إثارة تسجيل الآن شغل وتمع أيها الموصوف بالعقل والحكمة الحياة معجزة ظهرت منذ أربعة مليارات من الأعوام ونحن بنو الإنسان لم يمضي على وجودنا سوى مئتي ألف من الأعوام يا صباح الخير طايا نحن نقطع الصوت بعدين نشوف أحمد فاخري قصة الصوت من هنا نقطع الصوت لا من هنا نحفظ الصوت الأول محمود السعيد محمود السعيد عشان ما تخرب محمود السعيد متحمس أن يشوف الصوت النغمة الصوتي أو البصمة الصوتي قبل شوية نعم بعد نروح الموقع اللي باللابس نعطيه جديد نعطيه مثلا هرفع الصوت بزي ما تعودنا طيب أوكي ننزل تحت ديفايس هستخدمه شوفوا مين هو إن ريت متحمس أسمع الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا والله يعطاني نفس الأداء لو أرجع نفس الأداء أخذنا خلنا نسمع مع بعض لاحظ الصوت نفس الخامة الصوتية بالضبط أعطاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا وشكرا أعيز أستنسخ صوت وشوف الصوت أجري بصوت حق أنا أريد أن تنسخ هذا الصوت الجميل وأجرب فعلا يعطني صوت مشابه هاي الطبقة الصوتية عشان أقدر أجرب الموقع وشوف أداء الموقع هو أسخط أصحبه أسخطه بشكل مباشر هذا هو الصوت تمام نسمي مثلا أي صوت voice عشان نشوف النتيجة ها تكون جميلة ولا لا طبعا كان تعايز أسوي أكثر من تجربة على أكثر من الصوت لكن إن شاء الله تكون أصوات كلها الآن صار عندي الصوت جاهز هذا هو استخدام راح أطلب مني يقرأ هذا الصوت بالصوت الجديد ونشوف نجري مع بعض شوف النتيجة مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في قناتي قناة مشعل الهجر درس اليوم استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي يسعدني دعمكم لقناتي بالاشتراك والإعجاب لنستمر وشكرا صراحة أعطاني نسبة التشابق مئة بالمئة هذا بشكل مختصر أصدقائي شرح موقع اللبس والحلقة الجاية راح أشرح لكم أفضل موقع لإستنساخ الأصوات بشكل مجاني بشكل مجاني نعم بشكل مجاني تقدر تستخدم هذا الموقع بإستنساخ أصوات كثيرة يقدم لك ميزات مجانية لإستنساخ الأصوات بدون ما تشترك تنسى تدعم هذا الفيديو وتشاركوا مع أصدقائكم في هذا المجال عشان يستفيد الكل وتنتشر الفائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشكرا بإشارة بإيديوهات قادمة وأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة